إيه بقى قصة الملعب نركز مع بعض عشان نسمع شوي التفاصيل كده توريكوا الاتحاد الافريقي والقرى الافريقية ماشية ازاي وعلى فكرة احنا بقى اننا سنتين ماشيين في نفس التراك و بنقول الاتحاد الافريقي مشاكله ايه و احنا فقدنا السيطرة على ان الاتحاد الافريقي ليه ما يكونش عنده حيات في القرارات ليه دايما فيه اتجاه واحد نحو القرارات طيب قبل ندخل في اي تفاصيل عشان نعرف ان فيهم طبعة كبيرة جدا من الاشقاء في المغرب احنا بنتكلم على قضية مع الاتحاد الافريقي لا شأن لنا اطلاقا مع الاشقاء في المغرب العلاقات بيننا وبين الاشقاء في المغرب سواء الرجاء او الودات او اي جمهور في المغرب على اعلى مستوى بل بالعكس من افضل العلاقات الرياضية وحتى على المستويات الاخرى غير الرياضية الجماهير المصرية والجماهير المغربية المصريين عندما يتواجدوا في المغرب اكدنهم في بلدهم التاني والمغربة لما بيكونوا موجودين في مصر اكدنهم في بلدهم التاني ولينا أصدقاء على المستوى الشخصي في المغرب لكن كل طرف بيحاول يدافع عن حقوقه دون الخوض في تفاصيل الطرف الآخر أو دون التعارض للطرف الآخر كل واحد بيدافع عن وجهة نظر ولكن وجهة نظرنا بقى اللي أنا أقولها النهاردة والناس هتتفاجئ بلا هيتسمع دلوقتي طيب إيه اللي حصل في نهاية شهر رمضان الكلام مش المبارح ولا أول المبارح ولا من الأسبوع اللي فات الكلام داير من آخر أسبوع في شهر إبريل تتذكروا معايا آخر مباراة أو لقاء الإياب في الدور رمع النهائي كان يوم إيه؟ الناس تتذكر معايا الدور رمع النهائي يتلعب إمتى؟ اتلعب في الأسبوع الأخير من إبريل طيب كان فيه لقاء زهاب وكان فيه لقاء عودة تم عقد اجتماع مكتب تنفيذي يوم 23 إبريل يوم 23 إبريل بعد معرفة الأطراف التي وصلت إلى مرحلة الدور قبل النهائي يعني القرار التاخد أو التصويت اللي تم حسب ما تم تسريب لنا من معلومات كان يوم 23 إبريل وحصل تصويت بس التصويت لما حصل حصل والناس عارفة من أطراف المربع الزهبي إيه اللي حصل في الاجتماع؟ قسم المسابقات في الاتحاد الإفريقي بيعرض الخطابات اللي جات له من الاتحادات الأهلية لطلبة التنظيم وهو بيعرض على الاتحاد الإفريقي ما قالش أن في دول سابق لها التنظيم يعني قال لهم قسم المسابقات بقيادة سامسون أدامو قال للمكتب التنفيذي واللي بيرقاسه باترس متسبي الجنوب إفريقي قال له أن في طلب من نيجيريا في طلب من السنغال في طلب من المغرب طلب جنوب إفريقيا لم يكتمل وبالتالي دي الطلبات اللي قدامنا ففي وقتها باترس متسبي قال خلاص نشوف التصويت ونشوف القرار مع الوضع في الاعتبار أن باترس متسبي قال بس في نقطة يا جماعة هنا المغرب نظمت العام الماضي وبالتالي جرى العرف دايما حتى لو بنجي ننظم كاس الأمم البلد اللي نظمت السنة دي أو البطولة الأخيرة متنظمش البطولة الجاية فرد عليه أعضاء الاتحاد الإفريقي قالوا له ده مش في الليحة احنا ما عندناش مانع نلعب في المغرب نلجأ للتصويت نلجأ للتصويت كام لكام حضر 19 عضو في جلسة زوم اللي كانت موجودة عبر الفيجي كونفرنس وفيه أربع أعضاء ما كانوش موجودين التصويت حسن ما قيل لنا يعني 16 ل3 أوكي ليه وقتها ما طلعش القرار لأن باترس متسبي اعترض على إسناد التنظيم للمغرب ووجه رسالة لقسم المسابقات قال لهم ما ينفعش بلد تنظم نهائي بطولة وتطلب السنة التانية تنظيم نهائي بطولة لازم يكون في قواعد محددة لفكرة التنظيم المهم أعضاء المكتب التنفيذي كلهم عايزين يروحوا المغرب فشافوا أنه لأ إحنا صوتنا باسم المغرب جستين سنجور والاتحاد السنغالي كان عنده رغبة أن ينظم البطولة ليه عنده رغبة ينظم البطولة؟ يوم 22-22 لما تم افتتاح هذا الملعب كان فيه رغبة من بعض القيادات وبعض المسؤولين في القرى الإفريقين الملعب الأوروبي ده يستضيف نهائي دور أبطال إفريقيا اتقال لهم قدموا وقتها ناخد القرار قدموا زي أي ملف تقدم لكن جات أحداث مباراة مصر والسنغال واللي تم رؤيته على مرأة ومسمع من الجميع والصحافة العالمية كلها تكلمت عن الكوارث اللي حصلت في هذا الملعب أصبح المشهد بالنسبة للسنغال في هذا الملعب سيء جدا فعايز يحسن الصورة فتمسك في الاجتماع أنه هو عايز ينظم التصويت ما كانش في صلحه وكان فيه غضب من الجانب السنغالي باترس موتسبي قال نعمل توافق ما بين المغرب والسنغال وأنا عندي ثقة أن السنغال هتقنع الطرف المغربي أنه ينظم وبالتالي تم تفويد الطرفين بالتنظيم وبالتالي خلاص احنا هنا خرجنا بره إطار التصويت لأن لو كان تم التصويت زي ما تقال كان وقتها تم إعلان القرار لكن يوم 23 إبريل بعد ما تحددت أطراف المربع الزهبي والناس عارفة أن الوداد موجود في نصف النهائي وحصل تصويت لم يعلن القرار على أمل أن السنغال تقنع المغرب طيب يوم 28 إبريل تم عقد اجتماع آخر ما بين الأطراف المعنية وحاولت المغرب قدر الإمكانية تقنع السنغال بعدم الاستضافة مقابل أن السنغال تطلب تنظيم بعض الأحداث والمغرب تكون داعمة لها داخل المكتب التنفيذي ده بيحصل في أي ملف على فكرة معظم القرارات أو التصويت على أي ملف يبقى فيها تربطات وفيها تحرقات ده معتاد ولكن لما جاء الاتحاد الإفريقي في الإسبوع الأول من مايو بعد هذه الاجتماعات لأى أن في حالة غضب وأن القرار اللي حصل فيه تصويت تم بعد لقاء دوري الثمانية هنا في شبهة تلاعب بفكرة أن تختار مباراة نهائية في توقيت غير قانوني أنت الهدف من المباراة هي مباراة واحدة وخدت عامل ديدلاين أن آخر معاة تمانية وعشرين اتنين ليه ما اجتمعتش في ثلاثة ليه ما اجتمعتش في شهر أربعة قبل دور الثمانية ليه اجتمعت بعد لقاء الدور ربع النهائي وانت عارف من أطراف المربع الزهبي ليه لما حصل تصويت ما أعلنتش وليه كان عايز يبقى فيه توافق لأن الرئيس الاتحاد الإفريقي شايف مش من المنطقي المطش يكون في المغرب فبالتالي التوافق وقتها حصل تربطات عشان المطش يكون في المغرب طيب التوقيت اللي تم فيها لانتقرار امتى امبارح تسعة مايو بعد ذهاب الدور نصف النهائي يعني أطراف المباراة النهائية يمكن الناس كلها عارفة بنسبة تسعين في المائة كل شيء وارد في القورة لكن خلاص باينة الوداد كسب في أنجولا الأهل كسبان وفاق الصف أربعة فالناس شايفة أن المطش غالبا بنسبة كبيرة أهل الوداد فحدث كبير حضور جماهيري فالمعظم عايز المطش يكون في المغرب